تعالوا بقى نروح ليه مدشي النهاردة طبعاً الأهلي وغزل المحلة اللي حيكون إن شاء الله الساعة 5 العصر بإذن الله في مسابقة الدوري اللي بدأ الأسبوع السادس فيه المبارح تحديداً بمباراة البنك الأهلي مع النادي المصري اللي انتهت بالتعادل السلبي. طبعاً مباراة فريقنا النهاردة مباراة مهمة. وحنرجع تاني نقول إن أي مباراة للنادي الأهلي الفترة اللي جاية حتلاقونا بنوصفها بإنها مباراة مهمة. ليه؟ لأن ضروري جداً في المرحلة دي إن احنا ما نفقدش أي نقاط أياً كانت الظروف والملابسات. ما فيش فرصة ضياع أي نقطة مننا بعد كده. وده أكيد حيكون أمر صعب نسبياً في ظل قوة المنافسة مع جميع الفرق. لكن كالعادة رجال النادي الأهلي إن شاء الله حيأكدونا إن هما أدها وقدود. المباريات كلها خارج التوقعات ويمكن أقرب مثال الحالة العظيمة اللي يعني عملها أو اللي عملها فريق غزل المحلة لغاية دلوقتي. ما تنسوش حضراتكم إنه بيحتل حالياً المركز التاني في ترتيب الفرق برصيد عشر نقاط. بالتأكيد مباراة المحلة حتكون على ملعبها. مش حتكون مباراة سهلة. وأفتكر الموسم اللي فات إننا كسبنا المحلة في ملعبها في السواني الأخيرة بنتيجة 3-2. وكانت المباراة وقتها صعبة جداً. أكيد اللقاء اللي حيجمع ما بينهم النهاردة لن يقل صعوبة ولكن إن شاء الله الأهلي أدها وقدود. بس بجانب كمان الموسم الحالي لو هنتكلم عن فرقة غزل المحلة هي بتقدم فعلاً كورة كويسة. يعني كمان عندهم مدير فان يوناني رائع جداً هم لعبوا أربع مطشاط. فازوا في ثلاثة. فده معدل حلو جداً. كان على الإسماعيلي وأسوان وتحاد سكندري. زي ما أنا متذكرة يعني. كلها برضو فرق جماهيرية. يعني فكرة إنهم يتعدلوا في مباراة واحدة. كمان أمام المؤلون سجل ثلاثة أهداف. يعني لأ فيه شغل محترم. كمان مطلوب من لعبة الأهلي على السعيد الآخر. إن هي تستغل حالة الفوز اللي بدأنا بها الموسم واللي كانت أكثر من رائعة سوقف الدوري أو حتى في كاس يعني السوبر أو حتى بطولة إفريقيا. يعني حاجة كانت محترمة. ونستغل عدد الانتصارات المتتالية. دي أربع مباراة بتتكلم أمام الإسماعيلي. وعنين أسوان وبعدين الدخلية. وآخرة كانت لائع الجيش. سجلت من خلالهم ثمان أهداف. يعني أعتقد أقوى هجوم في المسابقة. لو أنت هتقيم بقى كده. لا أقوى هجوم في المسابقة. استقبلنا بس هدفين عشان تقدر أن أنت تكمل سلسلة الانتصارات. فأعتقد لحد دلوقتي إحنا ماشيين في خطة سليمة جدا. نكملها بقى على خير. لكن زي ما أنت قلت أكيد مباراة فيها تنفسية شديدة جدا. لأن أنت برضو الموسم ده. أنت مش بتلعب بنفس الفكر أو اللعب بتاع الموسم اللي فات للأندية المختلفة. الأندية كلها فيها تطور حصل على أرضها بشكل كبير جدا. يمكن عشر أضعاف كمان. سيبك من بس الصفقات. الصفقات دي في حد ذاتها. إنت جبت تقريبا فيه فرق مختلفة دخلت. يعني أنت بتكلم عن مثلا سموحة. وتكلم عن السماعيلي. وتكلم على غيره. الأندية أو أسوان أو غيره. حتى لو مش مقدمين أفضل شيء. بس النواد دي عملت يعني صفقات بالعشرين لاعب والخمساشر لاعب والتلاتاشر لاعب. ففرقة جديدة بتدخل. أنت ما أنتش عارف الفرقة دي شغالة زي مديرين فنيين جديدة دخلت على الفرقة برضو عندنا. فأنت بتلاعب أسماء واحدة. ولكن التركيبة مختلفة تماما. ففي تنفسية أعلى بكتير من الموسم اللي فات. كمان يا كريم. نحن تتكلم في هذا الموسم في الدوري تحديدا. فحنشوف تنفسية شديدة. ما فيش حاجة أسماء فرقة في جيبنا. ما فيش حاجة في تاريخ الفرقة دي أنا بكسبها على طول ما أنا بقول لحضرتك هي مش نفس الفرقة. هي مش نفس المدير الفني معظمهم. ففيش حاجة أبدا نقدر نتكلم على أساس تاريخ فيها في الدوري الموسم ده. التنفسية حضرة. وكمان الحقيقة برضو نرجع ونقول كلنا أكيد لاحظنا أن حجم الاستعداد بالنسبة لنا. بالنسبة لنا نحن بقى بالنسبة للنادي الأهلي. لا برضو الحقيقة نافت للأنظار وقاتى ثماره على الأهل للفترة اللي فاتت وزي ما نهواند بتقول لحضراتكم احنا محتاجين نبني على اللي فات. نستغل الدافع والحافز المعنوي والثقة الجماهرية والأداء الحلوة اللي كلنا رجعنا نسعد بيه بعد بطول غياب نستغل ده كله عشان يكون نقطة انطلاق لنا في كل ما هو قادم إن شاء الله أكيد بنتمنى للنادي الأهلي أكيد كل التوفيق بإذن الله.